سلم الجيش الإسرائيلي اليوم جثامين 47 قتيلا فلسطينيا عبر معبر كرم أبو سلم شمال قطاع غزة بعد أن اختطفها في وقت سابق من أماكن متعددة في قطاع غزة وفقا لما أعلنت عنه هيئة المعابر في القطاع تزامن ذلك مع أعلان هيئة البث الإسرائيلية عن فحص الجيش لأربعمائة جثة من مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي غزة ليتضح أنها لا تعود لأي من المختطفين الإسرائيليين اشتركوا في القناة